يعني في الواقع نحن قريبين بالتأكيد من التيار الصدري وأيضا من التقدم وأن كان لدينا تفاهمات حتى قبل الانتخابات ولكن ذلك لا يعني أننا بعيدين عن عزم وحتى عن الإطار التنسيق الشيء ولكن الواقع يتكلم أن هذه الكتل الثلاث كتل فائزة في الانتخابات تملك اليوم على الأرض ما يقارب 150 أو 155 مقعد يعني هي الأقرب لتشكيل الحكومة المقبلة سواء كانت حكومة أغلبية أو حكومة أغلبية أو توافقية بثوب الأغلبية أنا في رأيي وقد أكون مصيب أو مخطئ بأن التيار الصدريس سيأتلف مع قسم من الإطار التنسيق الشيعي ومع الكرد ومع السنة وسيشكلون الحكومة وهذه الحكومة حسب رأي ستكون الأسرع تشكيلا والأيسر والأسهل لأن هناك مقاومات كثيرة على الأرض أهمها عدد كبير من المقاعد النيابية ولكن من يقول بأن الكتلة الصدرية فقط ستأتي من الشيعة للمشاركة في الحكومة أنا لا أتفق مع هذا الرأي بالتأكيد الكتلة الصدرية ستتحالف مع كتل أخرى من الشيعة وستستثني بعضهم ليذهبوا إلى المعارضة وهذه المرة سيكون هناك معارضة حقيقية داخل البرلمان إن كان عددها مختلف سواء خمسين أو اثمانين أو تسعين نائب ولكن معارضة كنواة أولى لنظام برلماني حقيقي في السابق لم يكن هناك نظام برلماني كان هناك حقومات يشترك فيها جميع وكلهم في المعارضة وكلهم في الحقومة